السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا احلى متتبعات ومرحبا بكم في القناة ديالي وانتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال يوم جديد وفيديو جديد والحمد لله الفيديو تاني يوم بكم وعودكم راح يكون متنوع راح يكون فيه وصفات راح يكون فيه خريجة للمحلات كل ما هو جديد وراح يكون فيه اكيد مشتريات من التخفيضات اللي راها ولا اللي راه الوقت ديالها هنا في امريكا اهلو غالبنات ما تروحوش بعيد ونخليكم مع الفيديو بسم الله وعلى بركات الله هنا را عندي الريز يعني الروز خليتو في الماء وحد فوري مينات يعني اربعين دقيقة هكذا في الماء خليتو وما بعد اعملت هنا الماء خليتو حتاغ له هاداك الماء زيت له هنا شوية تعال ملح وزيت له تنقذ عفران تعال الشعره اه شوية اه اه اذا راكم حبينا يعني توماو كيفاش اكم حبي الدرجة تعال لون تعال روز ديالكم وبينسو هنا صفيت الروز دياليم هاداك المالي كان فيه فوري مينت وحطيتو هنا بالنسبة للمدة تعطاهي تعال روز دائما شوفو في العلبة هذا الروز بسمتي دائما لانه كل الروز والطريقة والمدة تعطاهي ديالي وخصوصا تلك الملحلات تعال بسمتي هنا غطيت عليه هنا عندي الكفتة تعال الجاج اه اه يعني صدر دجاج مطحونة حن نزيد له هذا البراد المحمص ولا لاشاب لغووالا نزيدها اه اه معه كما شتو حبة تعال البيت و بالنسبة لزي بيس يعني الاختياري متعلان توم باودر كما هناني عاملة توم باودر وراح نزيد شوية تعال الملح بيان سير او من بعد نزيد شوية تعال تفاوه يعني الفلفل الاسود اكيد وكل واحد والتثبيله ديالي وضيفه من بعد اللي حبيتو يعني اصبار ولا معدنوس المجفف ولا فراش اللي يكون متوفر عندكم وشكلتهم هكدا كوريات هنالروز ديالي بعد ما طاب كانوا حاطي لي بارك التان مينت يعني عاشر دقائق بعد ما صفيتو وبعد ما صفيتو نغطي عليه واحد اه تري مينيت ويكون جاهز ان شاء الله جبت هنا يا اه اه التنجرة ديالي والا المهم عملت فيها شوية تعال زيت وعلى النار مهيلة طيبت هذوك الكورة تعال الكفتا ديالي النار تكون مهيلة 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 هنا بعد ما حست بلي طاب وخلاص اضفت لهم كريمة الخفق انا عملت هذي ويبين كريم ومبعدت لها عن انواع من الجوب هنا عندي هنا كومومبير وعندي شدار وعندي موزاريلا وعندي الفاشكري يعني يجي واحد الدقية البنتي يهبل وزيت هكدا الاحش مع الدنوس المجفف والملح جقليلة وكزة شوية تعال تفاوه يعني الفلفل اسود هنا البارح كان بقالي الجلبانة مع البطاطا المارك والمارك هذا دايمن مين يبقى لي الغضوة نعمل الروز لانه يجي بنين معه من تساقه يعني على بيها اليوم زيت هذي الكريمة كان هذا هو التقديم الروز اذا حبيتو تخلوه هكدو اذا حبيتو ضيفورو اما شوية زبدة ولا زيت الزيتون بزيت الزيتون يجي بنين صراحة ويجي صحي يعني اكم عارفين انا عادة هذي الكريمة نعملها مع البات يعني مع المقارون والسباقيتي واليوم عملتها مع الروز راح تجيكم غريبة بيزاغ لكن جات بنينة بزف 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 وبنات يحبوها بل بزف يعني شوية تعال تغيير مشي دائما نبقى في نفس المينو نفس الطريقة اللي يكونون متعودين عليها شوفوا يلمينين وما شاء الله من انخبير هذه الكريمة يعني كما كنت شوفوا المنو بخفيف اه حطيتو هكدا وهو بيانسير المرأة تعال بل عارف البقتلي اللي يحبي يزيد دي مستقا فقطر الروز بهذاك المرق ايساق اصدركوا نحضر معكم هوت شوكولات جاي بنينة وكم عارفين معاه هذا المرد هذا البرد هذا البرد هذا يلمين نضيف الحليب نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الشوكولات نضيف الحليب نضيف السكر اشتركوا في القناة 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 لا يحتاج كيغاتين لا يحتاج كيغاتين لا يحتاج كيغاتين لأنه خطرة تشريتها كشامبوان كاتبين فيه كيغاتين ومن خصلت به شعري شعري طيب خرج عليه بخطوانة يعني نحسو كمعالج للشعر لغم بعد رح نرجع لكم على هذا الخبر شريته وترجع الخبر في التعليق تعطين الرأي ديالها لأنه اول مرة رح نجربه ونفس الشي يعني الزوج اللي شريتهم كاتبين فيهم كيغاتين يعني الشعر اللي عملينه كيغاتين لكن اعتقد بما انه انا جربته خطرة وشعري ما فيش كيغاتين وخرج عليها على بيها حبيت نجرب على هادوك الزوج شريتهم وهذا تاع الفايس يعني اللي تنحو به الطونر تاع اللي تنحو به الماكياج تهوكم ما شفتو خلصتو الرخيص يعني كلش ماشاء الله كامبون بخي وشريت هادو الكيسان ولا هادو مش الديفارين المهم للتقديم هادا شريتهم من تاجي ماكس جابوهم ب 6.99 فيهم 4 بيسس صراحة كواليتي تاحهم طوب تحسيهم تقال مشي داك الزاج اللي يتكسر بالخف فيهم ربعكم ماشتو خلصوا بداك البرايس يعني ماشي كليرنس وهادو رهم يبيعوهم بسبعين سنس بدولار انا هادو على بناتي يحبوهم بزاف هادو يتعلق في التلاجة وشريت هادا الطابلي ب 6 دولار كاليتي تاعو تهبل ماشي يهبل هادو عملين بقلينس في التجي ماكس يا البنات الطوال ما شاء الله عجبني بزاف صراحة ابتعد اخسارة كان كاين اخر واحد والاخرين مكانوا شما ما شاء الله عجبني بزاف هذا الي كان هابط بزاف والاخرين ما عجبوني اش صراحة هادا الي عجب نيرفت واحد وهنا البنات لكم نضط الى نهاية الفيديو اتمنى ان شاء الله انكم نجبكم ومع اليوم كل عادة غير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وألقاكم في فيديو آخر إن شاء الله سلام